اشتركوا في القناة واتفقنا ان الاربانا بيكون هو ده شكلها النهائي بعد ما بتتقرص وتتعجن وتتحط في الفرن وبيبقى الاربانا عليها ختم ايه هو بقى الختم ده عبارة عن ايه ده الختم اللي بنستعمله في الكنيسة علشان نختم به الاربانا الختم ده عبارة عن ثلاث حاجات مجموعة سلبان ومجموعة ثقوب ومجموعة كلمات باللغة اليونانية سلبان وثقوب وكلمات تطلع على الاربانا برضو مجموعة سلبان ومجموعة ثقوب ومجموعة كلمات برا دايرة الختم مجموعة سلبان هي عبارة عن تلاتاشر صليب صليب كبير في النص وحواليه اتناشر صليب صغيرين الصليب الكبير اللي في النص ده اسمه اسباديكون جاية من الكلمة اليونانية ديسباديكوس يعني السيدي السيدي اعلمونا في مدارس الاحد ان الجزء ده او الصليب الكبير ده اشارة الى السيد المسيح واعلمونا انه الاثناشر صليب اشارة الى الاثناشر تلميس لكن لما نكبر ونقعد نفكر بطريقة منطقية هنلاقي ان الموضوع ده مش مظبوط احنا اتفقنا قبل كده الحلقة اللي فاتت ان كل حاجة في الاربانا هتشيل للسيد المسيح طيب اشمعنا الاسباديكون ده بس هو الى اشارة للمسيح ماذا كان الاربانا كلها هتتحول لجسد المسيح في القدس طيب اشمعنا الاسباديكون او الجزء السيدي اتاري التفسير الصحيح بقى اللي يرجع لتاريخ الطقس اتاري ان الاسباديكون ده او الجزء السيدي اشارة الى سيدنا الاسكوف مش سيدنا المسيح كان زمان في بداية المسيحية كان القدس يقدس فيه او الخديم في القدس هو الاب الاسكوف فقط اول ما بدأت المسيحية كان يبقى قدس واحد في الكاتدرائية في الكنيسة الكبيرة اللي فيها الاب الاسكوف ويحضر الاداس يوم الحد ابونا الاسكوف يبقى هو الخديم ويبقى معاه مجموعة الكهنة وفضل الموضوع كده فترة من الزمن لما حصل فيه احتياج رعوي انه الناس كترت فبدأ ما يبقى فيه اداس واحد يوم الحد في الكاتدرائية يبقى فيه اكتر من اداس يقوم به الاباء الكهنة لكن علشان نوع من انواع الوحدانية ونوع من انواع الشركة بينا وبين بعض كلنا ابونا الاسكوف والاباء الكهنة ونوع من انواع وحدانية الزبيحة ان احنا كلنا بنعمل زبيحة المسيح المصلوب على الصليب فكان ياخد حد من الشمامسة جزء من الزبيحة اللي بيعملها او الاداس اللي بيعمله الاب الأسكوف في الكاتدرائية ياخد جزء ويوصلوا لابونا في الكنيسة التانية وابونا لك في الكنيسة التالتة يقوم ابونا يسموا جزء اللي جاي من سيدنا ده الجزء السيدي الاسباديكون ويحطوا مع الزبيحة اللي معاه في الاداس فاصبح بيجيلي جزء من سيدنا جزء من الجسد اللي في الاداس اللي بيقيمه سيدنا في الكاتدرائية يجيلي في الكنيسة اللي انا بصلي فيها يبقى هو ده الجزء السيدي الاسباديكون ومن هنا احتفظت الكنيسة بهذا الاسم الجزء السيدي الاسباديكون مش اشارة للسيد المسيح ولا حاجة لكن اشارة لسيدنا سيدنا الاسكف مش سيدنا المسيح ده الصليب اللي في النص طيب اتناشر صليب حواليهم برضو علمونا في مدارس الاحد انه الاثناشر صليب اشارة الى الاثناشر تلميس برضو السؤال الاربانة دي بتشير للسيد المسيح ايه اللي جاب التلميس هنا ايه اللي جاب الاثناشر تلميس على الاربانة سؤال تاني طيب اشمعنا الاثناشر تلميس ليه كان مش كمان السبعين رسول ده احنا ماري مرقص بتاعنا بتاع كنستنا الابطية من السبعين مفروض نبقى متعصبين ونحطه هنا ده لو يعني في مجال ان احنا نحط حد تاني على الاربانة ومش بس كده ده بولوس الرسول اللي هو تاعب اكتر من جميع الرسل المفروض الراجل كمان كان يمثل هنا على الاربانة لو الموضوع بالطريقة دي الحقيقة لا برضو التفسير ده شوية مش منطقي انه الاثناشر صليب هما الاثناشر تلميس ده مش مزبوط وما الايه لمزبوط الاثناشر صليب اشارة الى الله مش اشارة لحد تاني تقولي ازاي قولك الاثناشر ده الحظ الضرب ثلاثة فاربعة الله السالوس الذي يملك على اركان المسكونة الاربعة هو ده عدد اتناشر صليب على الاربان يبقى ده اول مجموعة في الختم اللي هو تلاتاشر صليب واحد كبير في النص اللي اسباد يكون او الجزء السيدي وحواليه اتناشر صليب اشارة الى الله السالوس الذي يملك على اركان المسكونة الاربعة المجموعة التانية في الختم عبارة عن خمس ثقوب خمس خروم في الاربانو افتكروا زمان ان احنا اتفقنا ان احنا هنتعلم ثلاث خمسات في القداس ايه الخمسة الاولانية كانوا خمس ايادي بخور في الشرية واتفقنا ان دول اشارة الى رجال الله اللي في العهد القديم اللي قدموا زبائح مجبولة ومرضية امام الله دول اول خمس تاني خمسة هما خمس سكوب على الاربانو برضو علمونا في مدارس الاحد انه الخمس سكوب دول المسامير والحرب واكليل الشوك لو عدنا برضو فكرنا بطريقة منطقية وسألتك ايهما اصعب الجلدات بتاعة الصوت ولا اكليل الشوك ليه مثلا ما حطناش هنا الجلدات بتاعة اكليل الشوك الجلدات الصوت اللي هما اصعب كتير من اكليل الشوك برضو برضو المنطق بيقول ان الخمس سكوب دول بنسميهم ثكوب يعني ايه يعني اشارة الى الجراحات الغائرة في جسد السيد المسيح صوت خرم اشارة الى الجراحات الغائرة في جسد السيد المسيح لما بنيجي نعمل الاربان قبل ما يخش الفرن ونختمه نقوم نخرومه بحاجة اسمها بختاش ده اسمه بختاش قطعة خشبية مدببة جاية من فعل بخشة بخشة يعني ثقبا فبختاش اللي بنعمل بيه السكوب الخامسة دي في الاربان قبل ما ندخله الفرن ايه الثقوب الخامسة اللي حصلت في جسد السيد المسيح التلت مسامير عملوا 4 ثقوب 2 في الادين و2 في الرجلين هم تلت مسامير آه بس عملوا 4 خروم في جسد السيد المسيح والثقب الخامس هو الحربة الثقب الخامس هو الحربة عشان كده تلاحظوا إنه لما بنعمل السكوب الخامسة في الأربانة بنعمل تلاتة على الجنب اليمين واثنين على الجنب الشمال عشان لو حطينا كده الأربانة على جسد المسيح بالطريقة دي هنلاقي جنبه اليمين كان فيه تلات سكوب واحد اتنين تحت تلاتة الحربة ونلاقي على جنبه الشمال فيه ايه فيه سكوبين اليد والرجل هم دول الخامس سكوب اللي بنحطهم على الأربانة الجراحات الغائرة في جسد السيد المسيح المجموعة الثالثة من الختم اتفقنا مجموعة سلبان تلاتةاشر صليب مجموعة سكوب اللي هم خمس سكوب المجموعة الثالثة عبارة باللغة اليونانية معناها بالعربي كدوس الله كدوس القوي كدوس الحي الذي لا يموت الكنيسة اخدت العبارة دي اللي اسمحها نيكوديموس ويوسف الرامي من الملايكة وهما بيكفنوا جسد السيد المسيح بعد ما نزل من على الصليب الحقيقة كان منطقي انه اما نيجي نحط عبارة معبرة يعني او جزء من الانجيل او آية معبرة عن سر التناول كنا نحط مثلا جسدي هو ما اكل حق ودمي هو ما اشرب حق كنا نحط مثلا من يأكل جسدي ويشرب دمي يزبط فيه وانا فيه ويحيا الى الاب كده الايات الحلوة اللي قالها السيد المسيحة من موضوع سر التناول لكن بصينا فجئنا ان كنيسة حطت العبارة دي كدوس الله كدوس القوي كدوس الحي الذي لا يموت تسبحت الملايكة اللي اسمحها نيكودي موس ويوسف الرامي في وقت تكفين السيد المسيح اش معنى مع ان فيه عبارات اقوى من كده بحسب تفكيرنا كان ممكن تتحطى على الاوربانا لكن الكنيسة اصدت الموضوع ده لان التقليد بيقول ان في وقت تكفين السيد المسيح نيكودي موس بيكفن السيد المسيح بعد ما نزل من على الصليب فبحسب تفكيره البشري انت الاله الظاهر في الجسد ازاي وانا بكفنك ازاي وانت موتت قدامي اهو انا بكفنك وهحطك في القبر فالتقليد بيقول انه السيد المسيح فتح له عينه وسمع التسباحة الملائكية دي كدوس الله كدوس القوي كدوس الحي الذي لا يموت كنيسة اصدت انها تحط العبارة دي عشان كل مرة ابص في الاوربانا افتكر ان الله لا يموت اللهوت لا يموت مسيح مات بناسوت وعلى الصريب اما اللهوت فلا يموت فسجلت لنا الكنيسة العبارة دي على الختم بتاع الاوربان علشان كل مرة نفتكر هذه الحقيقة بنحط الاوربان كله في طبق اسمه طبق الحمل وطبق الحمل ده بيبقى معمول من القش ومغلف به قماش او مغلف به قطيفة يعني لما بنيجي نعمل الصنية واواني المسبح بنعملها من الفضة او نعملها من الدهب او نعملها من المعدن لكن طبق الحمل نعمله من القش او نعمله من الجريد او من الخوس ونغلفه بقماش او بقطيفة علشان التراب بس او عشان الشوائب ليه؟ عشان طبق الحمل ده اشارة للمزود اشارة للمزود اللي تحط فيه الطفل يسوع وقت ولادته بنحط كم قربانة في هذا الطبق الحمل اللي بنقدمه في القداس دايما بيكون عدد فردي يعني نحط ثلاثة خمسة سبعة او اكتر بحسب الاحتياج حسب الاربان اللي هيفضل في الاخر ده هو هيبقى الأولوجيا او لقمة البركة اللي هتتوزع على الناس في الاخر فمش معقول نيجي في قداس عيد مثلا او قداس احنا متوقعين نبقى حاضر فيه ناس كتير ونحط ثلاثة أربانات هنوزع عليهم أولوجيا منين بعد كده فبحسب الاحتياج وبحسب عدد الناس اللي متوقع تحضر القداس بنحط عدد الأربانات لكن المهم انه بيكون عدد فردي كله لازم يكون عدد فردي لانه المسيح هو واحد لا يضهيه احد ولا يسويه احد وقال عنه الكتاب معلن بين ربوة ربوة اتناشر الف ده رقم زوجي والمسيح بقى هو المعلن بين رجوة الأربانة اللي أبونا هيختارها هيبقى ده المعلن بين ربوة ويفضل في الطبق عدد زوجي وده الحقيقة مبدأ أعلمهن الكتاب المقدس وعلمهن السيد المسيح السيد المسيح لما أرسل تلاميذه أرسلهم اتنين اتنين وهو قدامهم فعدد زوجي يفضل في الطبق ويبقى هو المعلن بين ربوة والكتاب المقدس في سفر الجامعة علمنا انه اثنين خير من واحد لانه اذا وقع احدهما يقيمه يقيمه الآخر فده مبدأ كتابي العدد الزوجي اللي بيفضل في طبق الحمل هنحط تلاتة اشارة للسالوس هنحط خمسة دول تالت خمسة هنتعلمهم في القداس اتعلمنا خمس اياد بخور اشارة لرجال العهد القديم اللي قدموا زبائح مقبولة وتعلمنا خمس سكوب على الاربانة اشارة الى الجراحات الغائرة اللي حصلت في جسد السيد المسيح تالت خمسة بقى واخر خمسة هم خمس اربانات في طبق الحمل خمس اربانات في طبق الحمل اشارة لزبائح العهد القديم كان نوعهم او عددهم خمسة خمس زبائح في العهد القديم زبيحة المحرقة والاسم والخطية والسلامة والقربان والخمس انواع دول كانوا يقدموهم من خمس انواع من الحيوانات غنم وبكر وماعز وحمام ويمام فالخمس زبائح بتوع العهد القديم دول كانوا اشارة الى زبيحة المسيح على الصليب من اوجه ومختلف كمان ممكن نحط سبعة والسبعة ده برضو زبائح العهد القديم الخمسة بالاضافة الى عصفوري تطهير الابرس دي كانت شريعة في العهد القديم اي حد ابرس ويشفى من برسه كان يقدم عن نفسه هذه الزبيحة اسمها عصفوري تطهير الابرس وكان لها معنى جميل جدا بتشير الى صليب المسيح وقيمته موت المسيح وقيمته العصفورين كانوا يجيبوا عصفور يتباحوا واحد ويصفوا الدم بتاعه في طبق وبعدين يجيبوا العصفوري التاني يغمسوه في الدم ده ويطيروه يسيبوه يطير فكاد حاجة لها رمز جميل جدا عن موت المسيح وقيمته عصفور مات وعصفور طار موت المسيح وقيمته فيبقى ثلاثة او خمسة او سبعة كلها معاني مهمة بتفكرنا بيها كنيسة وممكن كمان بنزود هذا العدد زي ما اتفقنا بناء على الاحتياج او عدد الحاضرين في القدس ده الجزء الاولاني من الحمل بتاعنا لقربانا الجزء التاني هو عبارة عن الابركة او عصير العنب وبنستعمل عصير العنب لانه سيد المسيح ايضا استعمله في تأسيس سر الفخريستيا في يوم خميس العهد والحقيقة عصير العنب او عصير الكرم او الابركة هو اقرب لون للون الدم وده شيء نفسيا كويس ان انا بعد شوية ده هيبقى دم المسيح فمش معقول اجي اتناول دم المسيح ولاقى لونه برتقاني مثلا لقى لازم برضو يبقى لون قريب من لون الدم بالاضافة لانه السيد المسيح شبه نفسه بالكرمة الحقيقية هو شبه نفسه بالكرمة شبه نفسه بالعنب وقال انا الكرمة الحقيقية وانتم الاخصاء بالاضافة الى انه عنقود العنب ده زي ما كان سنبلة الامح اشارة للكنيسة هكذا ايضا عنقود العنب اشارة للكنيسة كل حبة من حبات العنب هي انا وانتي وانت وكلنا بنتجمع مع بعض ونتعصر ويطلع مننا الاباركة اللي هتتحول بعد شوية الى دم المسيح برضو منطق ان كلنا اعضاء في جسد واحد وان الكنيسة هي جسد المسيح يبقى كده احنا اتعرفنا كويس على الحمل الاربانة والاباركة وطريقة صنع الاربان وشكل الاربانة والختم اللي على الاربانة يبقى نتعرف بقى على خطوات تقديم الحمل لكن خلينا نعرف الخطوات والطقس ده بنعمة ربنا الحلقة الجاي اما الى هنا فاعاننا الرب الذي له المجد الدائم الى الابد امين اشتركوا في القناة